أستاذة نانسي طبعاً أنا هتقل هتقول على الفيلم اللي عامل ضجة الأول مبروك على الفيلم الرواق الجميل ده شكراً وحقيقي كنا محتاجين أعمال بتعبر عن حياتنا يعني ما نبقاش إحنا عايشين في واقع والأفلام والحاجات دي بتتعامل في واقع تاني خالص كافاً دي كولتي إنتي الإسم ده جامد قوي يعني إنتي اخترت الإسم ده إزاي دايماً العروسة بتبقى لفس الفستان الأبيض وفرحانة بي حتى لو هي صغيرة بتبقى سرقها السكينة فهو الحقيقة إنه بعد شوية الموضوع ما بيبقاش كده الموضوع بيكون كفن دي كولتي من غير كول اللي هو الكلمة الفرانكفونيك يعني كان هما في تونس لما الفيلم تعرض كانوا فهمينها أكتر بس هو الشكل بتاع الفستان التفصيلة بتاعته كأنه زي الكفن الفيلم كان متأثر طبعاً بحالات هو من إنتاج الهيئة الإنجلية وتأثر بحالات عرضهالي طبعاً بتاعت الزواج اللي هو تحت السن القانوني لكن في قصة كمان كان بعد هالي المنتج وأثرت فيه قوي كانت تقريباً في نفس التوقيت بتاع التحضير للفيلم هي عن قصة بنت في اليمن كان عندها تسع سنين كمان جوزه طفلة طفلة فعلاً أنا عارفة أن القصة دي أثرت فيك حتى أصلاً بس تحكينا إيه القصة بقى تسع سنين اتجاوزت؟ أنا يعني في الجرائد كان مكتوب أنها اتجاوزت في السن دواء طبعاً اتجاوزت حد أكبر منها وهي ما فيش فئ بيها غير أن هي تكون منصاقة بتجرجر خلاص لأنها تسمع الكلام طاعة كبير مش كبير هيتعامل بشكل همجي فاهمة مش فاهمة هتعمل إيه؟ طفلة طفلة في الآخر بس هي فضلت تنزف لغاية ما ماتت وبعد شوية بدنا نقرف الجرائد عن أخبار تانية إنها طلعت وإنها موجودة وعيشة في ملجأ أيتام فحاسيت كمان في حاجة بتحصل في قوض مقفولة ومسكوطة عنها تعتيم والبنات دون فيش فئ ديهم حاجة وكمان بعد شوية كمان لما هي بتبقى خرجت كمان من التعليم حتى لو هي حتى كالـ 18 سنة بس هي بتبقى قبقى في التعليم فهي خلاص مفيش في في إيها أي حاجة تعملها غير إنها تسمع اللي بدتالها تكمل على الوضع تكمل على الوضع ده وفيش في إيها خلاص م existed أنتي سلبتيها من أي حاجة ممكن تخليها تفكر إن في حاجة ممكن تحصل الكافن ده بقى لما طفلة بتتجوز بتتكفن لما طفلة بتتجوز بناخد منها شبابها بندفنوا بناخد منها روحها وبندفنها بناخد منها السعادة والأحلام التفولة بتتدفن هل أنت كنت قصودي ده الكفن ده اللي هو دفن فيه كل حاجة في حياتها بقت شبه ميتة عايشة بس ميتة وفي رأيي كمان مش بس عايشة هي الفيلم أصهر أجزاء يعني بطريقة فيها ميتافور فيها شوية أنه زي النزيف اللي بيحصل يعني هي بتتحضر لأنها يعني يكون شبه الموت لأنه كمان تريد تتكلم مع ناس من ضمنهم واحدة قالت لي إحنا كان فيه فعلتنا واحدة هي طفلة هي ظهرت عليها علامات أنها تكون خلاص الرحم مكتمل أو ابتدت الدورة الشهرية تيجي لكن ودوها للدكتور قالوا له زي ما بتخلفش كل مرة البيبي ما بينفعش قال لهم أيها ومش كل واحدة في السنة ده ينفع تخلف فهي الرحم أصلا مش جاهز فهي أنا شايفة أن العملية فيها نوع من الإجرام وده اللي كان حاصل طول الوقت في الفيلم إن هي دايما الكاميرا كانت فوق وشايفين البنت الصغيرة بنركز على التفاصيل بتاعة رجليها قد إيها ضعيفة حتى الحاجات البسيطة اللي ممكن سيت بتعملها يعني وأنا عملت كاستنج لحوالي 22 بنت كان فارق معي قوي إن أنا في الكاستنج لما اخترت منها إن هي ما تكونش لعبت في الحواجب بتاعة وشرها قد كده يعني زهرة ملامح التفولة البريئة زي ما هي هي لسه وهي حقا أنها تكون كده مش إن حد يرسم على ملامحها حاجة تانية كان دايما كمان الأم اللي هي في الإيد زهرة كأنها زهرة بس كإيدة يعني الأم ما ظهرتش في الفيلم خالص لكن الأم كانت زي ما تكون ملهاش وجود عندي هي جاية في مهمة محددة إنها نفس العنف اللي تمارس عليها هي بتوصله كأنسة لكن بتوصله لستة تانية بعدها ويمكن بعد كده البنت داي تلوم محدش قال لها حاجة هتكمل نفس المسيرة هتكمل نفس سرسلة العنف تانية يعني إديني الأم يعني مجرد إنها تبني إنها زي شبح هو ده الشبح اللي أنا بتاخد طفلها بترميه في الجحيم شكرا